لسه مسلسل انتهكات الاسرائيلية مستمر قصف عشوائي، هجوم بربري، وحشي ارتكاب مئات المجازر وفقدان آلاف الأشخاص عدد كبير جدا وضخم من الأطفال المفقودة تحت الأنقاض مستشفيات كمان جزء كبير جدا منها أصبح خارج الخدمة تمام هيش هزلي قصص مأسوية من شوارع قطاع غزة نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي عشان زي ما كنا بنتكلم دايما مع حضراتكم لازم الحكاية حكايتنا إحنا اللي نحكيها السردية يجب أن تتغير خلينا نروح مع حضراتكم لدكتور محمد أبو سمرى القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس طيار الاستقلال الفلسطيني سبع الخير أحضرك فانا وأهلا بك معنا في سبع الخير سبع الخير فانا سبع الخير مستاذ أحمد يعني الحقيقة يعني أنا مدار بس اليومين اللي فاتوا وتحديدا حتى من وقت ما اقتحمت إسرائيل مستشفى الشفى كان في قصص صعبة جدا وجثمين تدفن في المستشفى في مقبرة جماعية الأطفال في الحضنات اللي كترة بينقلوهم على أديهم عشان حتى هذا الكيان رافض أن هما ينقلوا الحضنات قصص كتير جدا حتى صعب أن احنا نتخيلها مش بس نسمعها أو كنا نتباعها على شاشات التليفزيون يعني الوضع تحديدا إذا أردنا نتحدث عنه يعني في مستشفى الشفاء ربما تكون هذه واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي تحدث يعني على مدى أكثر من مائة عام أو أكثر من مائتي عام الفضائع التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني في مستشفى الشفاء تفوق الوصف تفوق الحديث تفوق الكلمات ربما حتى لغتنا العربية التي تمتاز بسعة القدرة على التعبير تقف عاجزة أمام وصف ما يحدث تخيلي مثلا أن هناك أكثر من أربعين طفل من الأطفال الخدج أكثر من نصف هؤلاء الأطفال أمهاتهم شهداء وكيف استشهدنا الأمهات استشهدت الأمهات مع الآباء مع الأشقاء مع الأعمام الأخلات الأخوال جميعا في القصف وهؤلاء الأطفال الأجنة الأطفال الخدج أخرجوا من بطون أمهاتهم بعد استشهاد أمهاتهم ربما يكون بعض هؤلاء الأطفال لم يعد باقيا أحد من أسرهم وعائلاتهم بمعنى أن هذا هو الطفل الوحيد من تلك العائلة التي مسحت بالكامل من السجل المدني والأغرب والأفضع من ذلك ربما يكون هذا الطفل لم يعد معروفا أبوه أو أمه نتيجة أن الجثث كانت مجهولة الهوية الأسلحة التي يستخدمها العدو الصهيوني في قصف لشعبنا لإخوتنا أخواتنا أمهاتنا بناتنا للمدنيين الأبرياء العزل هي أصلحة لم يستخدمها أحد من جيوش العالم من قبل وهي أحدث ما أنتجته ترسانة ومصانع السلاح الأمريكية وأحدث ما قدمته التكنولوجيا والحضارة الأمريكية من هدايا لشعبنا الفلسطيني المظلوم هي تقتل كما قلنا سابقا تقتل الإنسان وتقتل الحياة الآدمية والحياة الحيوانية وتقتل كافة معالم الحياة تدمر الشجر والحجر وتدمر كامل كافة أوجه الحياة هناك كان فيه مستشفى الشفاء طبعا أنا أعرف مستشفى الشفاء جيدا أعرفه يعني شبرا شبرا عشان نوضح للسادة المشاهدين فاندم هو عشان كده بيطلق عليه مجمع الشفاء لأنه فيه أكتر من مستشفى مزبوط هو مجمع الشفاء هو أكبر مجمع طبي على مستوى الضفة والقطاع وليس فقط على مستوى القطاع غزة وهو به بالفعل عدة مستشفيات به مستشفى القلب التخصصي به مستشفى الجراحات التخصصية به مستشفى العظام به مستشفى الباطنة وبه معهد التمريض وبه أيضا المستشفى الجامعي هو أيضا مستشفى جامعي حيث يتدرب به أطباء الطلاب الطب أو أطباء الامتياز وبه الكفاءات الطبية الفلسطينية النادرة هو يعتبر على المستوى الإنساني يعني حسب الأعراف والقوانين الدولي هو يعتبر ملجأ آمن لكل من يلجأ إليه وحسب الاتفاقيات جينيف الرابعة وغيرهم من القوانين الدولية والقوانون الدول الإنساني هذا المستشفى يجب أن يكون محصنا من أي اعتذاء ولا يمكن أن يلجأ إليه إلا الإنسان المدني الذي لم يعد لديه مكان آمن وبالمناسبة بعض أهلي أنا شخصيا يعني شقيقاتي وأشقاء لجوا ونزحوا إلى هذا المستشفى وهناك من أسرتي ومن عائلتي من استشهد داخل المستشفى نتيجة العدوان الهمجي بما العدو طبعا صنع كذبة كبرى من قضية مستشفى الشفاء هو أراد أن يكرر السيناريو الأمريكي الذي نفذه الجيش الأمريكي أثناء عدوانه على العراق الشقيق عام 2003 عندما زعم أن مطار بغداد إذا سقط سوف تسقط الدولة العراقية وسوف تسقط العاصمة بغداد وسوف يسقط الجيش العراقي وصنع من مطار بغداد أسطورة كبرى هو طبعا صنع أسطورة كاذبة ككل أساطيره منذ بدع عدوان عندما ادعى أن المقاومة قتلت الأطفال وتبحت الأطفال والعالم أجمع يشاهد أن من يقتل الأطفال هو العدو الصيوني من يقتل الأجنة في بطون أم مهاتم العدو الصيوني من يقتل النساء الحوامل ويبقر بطونهن العدو الصيوني من يقتل الأبرياء في الشوارع عندما يقوم ببعض التمثليات القصة التي تداولها الكثير من النشطاء الرجل العجوز المسن الثمانيني الحاج بشير حجي الذي قصف بيته في منطقة غرب غزة في منطقة الرمال وقصفت عمارته ثم اضطر أن ينزح مع من تبقى من بقية أفراد أسرة عبر الممر الآمن المزعوم الذي زعم جيش العدو أنه ممرأة من المدين الذين يريدون أن يخرجوا من غزة نحو الجنوب فصار على طريق الرشيد القريب من مكان عمارته المدمرة وأرغمه جيش العدو مع من تبقى من النازحين لنزول إلى الساحل أو رمل للشاطئ والرجل نتيجة أنه لديه مرض الضغط والقلب وغير ذلك أغمع عليه على الرمال فقاموا بتمثلية أنه قاموا بإسعافه وصوروا هذه التمثلية وعطوه الماء وغير ذلك ثم طلبوا منه أن يسير نحو الجنوب بضع خطوات بضع خطوات هو جميع من معه من النازحين وعددهم أكثر من عشرين شخصا قتلوا بإطلاق النار عليهم في الظهر هذا هو العدو السيوني مستشفى الشفاء أختي وأخي تحول من مستشفى إلى مقبرة لكن حتى كمقبرة هي مقبرة دون أن يسمح للتواقم الطبية دون أن يسمح للمسعفين للممرضين للعاملين في المستشفى أن يدفنوا الجثث هناك أحد أبناء عمي يعمل طبيبا في المستشفى تحدث لي بمنتهى المرارة والوجع قال لي عندما حاولنا أن ننتشل أو نخلي بعض جثث الشهداء الملقاع في كل طرقات مستشفى الشفاء أطلق العدو النار على التواقم الطبية وهناك من الأطباء على الأقل طبيبين وممرضين استشهد داخل مستشفى الشفاء هذه جرائم حرب أختي جرائم حرب بكل ما تعني الكلمة هذا إرهاب دولة منظمة هذه حرب تطهير عرق ضد الشعب الفلسطيني اليوم الأرقام الرسمية نحن في اليوم الأربعين من العدوان الأرقام الرسمية المعلنة حسب ما تمكنت به وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من عمل إحصائيات أولية تتحدث عن 12 ألف شهيد بينما حقيقة الأمر أن هناك 17 ألف شهيد تقريبا ما لا يقل عن 7 ألاف شهيد جثمينهم ملقا في شوارع القطاع من الشمال إلى الجنوب تمنع طائرات العدو المصيرة وتمنع قوات العدو جميع أهلنا في قطاع غزة من انتشال الشهداء لدفنهم وللأسف الشديد يعني بمنتهى المرارة والواجع الكلاب تنهج جثث شهداءنا الغربان تنهج جثث شهداءنا هذا الذي يحدث لم يحدث على امتداد التاريخ لم يشهد له التاريخ البشري شبيها طبعا هناك أكثر من 10 ألاف شهيد آخر ما زالوا تحت الأنقاض ولا يسمح العدو لأحد من ذوي هؤلاء الشهداء أو الفرق الإسعاف بانتشال الشهداء المرارة الأكثر أن العدو الصهيوني تمكن بقصد ومخطط يعني مدروس ومنهجي من ضرب كافة البنية التحتية للمنظومة الطبية والصحية في مدينة غزة وشمال القطاع أخرج جمعية الهلال الأحمر بالكامل عن الخدمة أخرج مستشفى القدس الدولي عن الخدمة أخرج المستشفى الأندونيسي عن الخدمة مستشفى النصر التخصصي مستشفى الطب النفسي النصر للطب النفسي مستشفى النصر للعيون مستشفى كمال عدوان مستشفى العودة وغيره طبعا هناك بالمناسبة أيضا ضمر مستشفى مهدي وبعضهم أبناء خالتي استشهدوا في هذه المستشفى يعني أقاربي أنا على المستوى الشخصي يعني استشهدوا وهناك يعني الطبيب باسل يوسف مهدي كان يوجه نداء تلوى النداء أنا هذا مستشفى مخصص للولادة ولجأ إليهم مئتين من الجيران النازحين الخائفين من العدوان نزحوا يعني ووجه النداء تلوى النداء للصليب الأحمر استشهدوا هو وشقيقه وزوجة شقيقه وكامل أفراد أسرته وجميع المئتين من النازحين طيب دكتور محمد بمن أحدك في تواصل مع الأهل الموجودين هناك في القطاع شكل حياة يومهم ماشي إزاي لا يوجد حياة ببساطة يعني تخيل يعني أن الشخص الواحد بالكاد يستطيع أن يحصل على رغيف واحد من الخبز على مدار 24 ساعة تخيل أن الناس لا يجدون قطرة الماء بالكاد يجدون قطرة الماء إن وجدت يعني لم تعود هناك حياة يعني إذا أردت أن تتحدث عن حياة الحياة هي برعا رعب وخوف وانتظار يعني وانتظار الشهادة في كل لحظة لا أتحدث مع أحد من الأهل أو الأصدقاء أو الأخوة أو الزملاء في قطاع غزة إلا ويقول لي يعني نحن ننتظر دورنا بالشهادة وإذا أنت ما تحدثت مع أحد صباحا ربما لو جاء المساء تجده قد استشهد يعني جميعنا بالمناسبة ليس هناك أحد في قطاع غزة لم يستشهد له أحد جميع العائلات جميع الأسر جميع البيوت يعني هناك أصدقاء وزملاء أعزاء لم يكن يخطر على بالي في لحظة من اللحظات أن يستشهدوا استشهدوا هناك مسنين هناك مرضى كل الأعمار كل الشراح من عمر يوم يعني حتى يعني من الصعب أن نقول من عمر يوم نحن نتحدث عن الجنين في بطنهم من الجنين في بطن أمه حتى الثمانين والتسعين يستشهد ويقتل ولا يراعون في ذلك إلا ولا ذمة يعني لدينا صديق وزميل في مكتب الرئاسة الفلسطينية الشهيد هاشم حسين أبو ناد هو رجل سبعيني ورجل مريض بالضغط ومريض بالسكر وهو رجل يعني إنسان مؤدب وخلوق ومسالم كان يعيش مع حفيدته في برج اسمه الأندلس في غرب مدينة غزة طلب الجيش العدو كان تبقى أربع عائلات في هذا البرج وطلبوا من الناس أن ينزحوا أن يخرجوا حتى يتم القصف لم يمهلوا هذا الرجل السبعين أو الثمانين حتى يتمكن من النزول من البرج فقصف هو وحفيدته يعني أبلغوا ومنتظروش حتى من إخلال لم ينتظروا لم ينتظروا قصف واستشهد على أنقاض البرج يعني وربنا سبحانه وتعالى يعني كاتب عمرا جديدا لحفيدته التي مازالت في الرعاية المكاثرة هذه واحدة من القصص المأسوية أنت تتحدث بكل صدقا نحن نتحدث بكل التفاصيل اليومية المريرة عن حرب إبادة وتطهير عرق منهجية هو يتحدث عن يعني حتى البعض عندما يتحدث عن وقف القتال حتى مجلس الأمن الملعون الذي اتخذ أمس قرارا لم يدين تخيل لم يدين العدوان الصهيون المتواصل على قطاع غزة على مدى أربعين يوما لم يدين الإرهاب الصهيوني هم يتحدثون عن قتال أين هو القتال يعني هل الأجنة هم مقاتلون هل النساء هن مقاتلات هل الأطفال هل مستشفى المعمداني هل الكنيسة الكنائس هل المخابز تخيل مستشفى نعود لمستشفى الشفاء أنت تقصف المستشفى وأنت تدمر مباني المستشفى لماذا تقصف بئر المياه لماذا تقصف أو أوقفت الطيار الكهربائي بالكامل عن مستشفى الشفاء لماذا تقصف الألواح الشمسية تخيل أن هناك أكثر من عشرين مريضا في الرعاة المكثفة تشهدوا تخيل أن أكثر من عشرين طفلا من الأطفال الخدج الذين لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون قتلوا لماذا يعني هذا السؤال برسم الضمير العالمي برسم الأمم المتحدة برسم مجلس الأمن الدولي برسم المجرم الأكبر جو بايدن الذي يدعم العدوان على مدار الساعة والذي يزود الطائرات الصهيونية وجدوا مصانع السلاح الأمريكي من أسلحة لإبادة الشعب الفلسطيني هذه الحرب حان لها أن تقف وحان لها أن يعني وحان للدم لبحر الدم الفلسطيني أن يتوقف العدو الساعة دوما كان يقول نحن نتمنى أن نستيقظ لنجد أن البحر قد ابتلع قطاع غزة الآن أخي العزيز وللمشاهد العزيز بحر الدم الفلسطيني أغرق قطاع غزة لكن بكل تأكيد نحن باقون صامدون لن نرحل وبإذن الله سننتصر بإذن الله دكتور محمد برضو من المشاهد الصعبة جدا أو يمكن التساؤل اللي يبقى في بالنا على طول الأطفال يعني الردع يعني هنقول لو في طفل ست خمس ست سبع سين يقدر نوه حتى لو يكسر يعني جوعه حتى لو بكسرة خبز لكن الأطفال الردع اللي لازم يبقى فيه ألبان أو لازم يبقى فيه لهم إغذاء معين ده بيتوفر إزاي؟ يعني ما فيش يعني الآن طبعا يعني مشكورة الشقيق الكبرى مصر تمكنت بجهود عظيمة وبجهود جبارة وبجهود كبيرة من إدخال أكثر من ألف شاحنة منذ أن يعني تم النجاح يعني نجاح الجهود السيد الرئيس عبدالتح سيسي بالضغط على الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بأنه بعدم السماح لخروج الأجانب أو مزوجة جنسية إلى مقابل إدخال المساعدات هذه الألف شاحنة طبعا هي حاجة قطاع غزة اليوم كل يوم لكنها دخلت يعني خلال 40 يوم الأخيرة طبعا معروف أنها دخلت خلال العشرة أيام الماضية أو خلال الخمسة عشرة يوما الماضية طبعا أنا أعلم من خلال وجودي بالقاهرة أن هناك عشرات الألاف من الشاحنات التي تسيرها القيادة المصرية والشعب المصري البطل العظيم ويعني المؤسسات المؤسسات إتلاف الخير وغيرها من المؤسسات المصرية الخيرية التي يعني قامت وتقوم بتنظيم حملات كبيرة جدا للدعم لتسير قوافل الدعم سواء بالمواد الغذائية أو المعدات والأجهزة الطبية أو اللوزم الطبية أو كما قلت حضرتك حليب الأطفال لكن المعوقات من العدو الصهيوني الآن يعني يعني حقيقة يعني يعني لا يوجد حليب أطفال لا يوجد مياه للشرب لا توجد مواد غذائية لا توجد أدوات طبية لا توجد تجهيزات طبية لا توجد أدوية وعندما حتى نتحدث عن إدخال قوافل الإغاثة خلال أيام السابقة إلى قطاع غزة هو نحن نتحدث عن قطرة في محيط مما تم إدخاله ولكن إجرام العدو تجاوز الحدود عندما منع الصليب الأحمر الدولي ومنع وكالة الغوث الأنروا من إدخال أي شيء من هذه المساعدات إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة لأنه يريد وطبعا بالعموم يريد تحويل قطاع غزة إلى منطقة محروقة هو مش بس كده كمان يا فندم ده كان فيه تصريح مبارح لوزيرة الموساطة الإسرائيلية بتقول أنه ده اتهام واضح للأنروا بأن الوقود للأنروا هو وقود لحماس طيب المنظمة الأممية دي ممكن يكون ردها إيه لا هي أولا يعني يعني هم يعني فيه تصريحاتهم جلال وقود وسأدلل على ذلك حتى من تصريحات للصحافة العبرية وحماس ليس لديها مولدات لتقوم بتشغيلها من يحتاج الوقود هم أولا رقم واحد المستشفيات رقم اثنين المخابز علما أن العدو الصيوني قصف عشرات المخابز عن تدد من تبقى منها بل وصلت الجريمة يعني والجرائم المتكررة أن يقصف الأطفال الذين يقفون على يعني أمام صنابير المياه وبعض محطات تحليت المياه التي أنشأتها الأنروا بالأساس هناك طبعا بعض محطات التحليت المياه أو محطات الفلتر التلمياه التي تحتاج إلى تشغيل مولداتها الوقود هو من أجل يعني إدامة عمل بعض المؤسسات الإنسانية ليس أكثر ولا أقل من أجل تشغيل سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني كما تعلم ويعلم الجميع سيارات الإسعاف المدني والدفاع خرجت عن الخدمة بشكل كامل في مدينة غزة والشمال من أجل تشغيل اليوم توقفت الاتصالات في كل قطاع غزة والأنترنت ليس لأن فقط العدو يعني عطل الشبكة إنما لم يعد هناك وقود يشغل المولدات شركة الاتصالات وشركات الاتصال الخلوية وبالتالي أصبح قطاع غزة معزولا تماما عن الواقع الأمم المتحدة تقول بمنتهى الوضوح نحن نسلم يعني الوقود للمؤسسات الإنسانية والمستشفات بعلم ومتابعة ورصد وتجسس العدو السنوات طائرات الاستطلاع على مدار الساعة لا تفرق الاقتصال وليس أثناء العدوان يعني ربما الناس لا يدركون أن قطاع غزة بالأصل هو محاصر برا وجوا وبحرا وأن طائرات الاستطلاع نحن في غزة نسمي الطيارة الاستطلاع يعني طبعا نحن كعسكريين نعلم كل نوع من الأنواع الطائرات ونسميها باسمها وتسميتها العسكري لكن هناك تسمية الشعبية في غزة يقولون الزنانة كلمة زنانة جاء من الزن أنت تسمع الزنين والطنين على مدار الساعة حتى هذه الطائرة عندما تطير هذه الطائرات التي لا تفرق سماء قطاع غزة تشوش على كل شيء حتى التقاط البث التلفزيون تشوش عليه يعني وتحول بالفعل الحياة دون حرب تحول الحياة في قطاع غزة إلى جحيم فما بالك بجحيم الحرب وبالتالي العدو يكذب تكذب كل رواياته كل روايات العدو هذه مسألة في الصحافة الصهيونية سأرد على من يقول أن هذه الأمدادات قد تذهب إلى حماس أو غير ذلك الصحافة الصهيونية تتحدث عن حماس وفي من خلال المقاومة الباسلة والبطولية التي يقوم بها أبطال المقاومة يقولون بالآتي وأكثر من صحيفة وخاصة يدعو تحرون يقول أن المقاومون في قطاع غزة هم عبارة عن أشباح نحن نرى أفعلهم ولا نشاهدهم وهذه حقيقة لم يتمكن جيش العدو الصهيون وأنا سجل ذلك على اسمي لم يتمكن من اعتقال أي مقاوم لم يرى وجه أي مقاوم فقط المقاومون الأبطال هم الذين يوثقون تدميرهم لدبابات العدو ويبثونها عبر شاشات التلفاز وتم استدراج العدو الصهيون لكمائن عديدة هذه الكمائن أبادت قوات بأكملها داخل قطاع غزة وبالتالي المقاومة الفلسطينية أي أن كان لا يبحث عن حلمه وامتنانه هو واحد من مسألتين أو اختيارين إما النصر أو الشهادة يعني الشيء بالشيء يذكر حتى المزاح السخيف اعتبر العدو الصهيون وجود صندوق صغير من الطمر الكرتونة أو الصندوق هذا نحن نعرفه طبعا هو وزن الكرتونة خمسة كيلو ربما استهلك منها كيلو أو اثنين كيلو اعتبره إنجازا استراتيجيا هذا المدد الذي يستعمله المقاومون في قطاع غزة تخيل هو عدو وفقد صوابه بدءا من رئيس الوزراء حتى آخر جندي وفقد عقله لأن كافة مخططاته أفشلت بدأ عدوانه بالحديث عن التهجير لدفع قطاع أهلنا في قطاع غزة للهجرة نحو مصر العزيزة مخطط التهجير أفشل من خلال مسألتين أو من خلال أمرين الأمر الأول الصمود الأسطوري لشعبنا الأمر الثاني الحقيقة الموقف البطولي للقيادة المصرية وعلى وجه التحديد لفخمت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما رفض ذلك رفضا مطلقا أيضا يحاول أن يفرغ شمال قطاع غزة ويدفع الناس للإنزياح من الشمال إلى الجنوب صدقني أمس وأول أمس رغم أن ما تبقى في الأسواق المحلية شيء لا يذكر لكن الناس وصلتني صور وفيديوهات من سوق من خيم الجبالية ومن سوق مشروع بيت لاهيا ومشروع أيضا منطقة سخنية لللاجئين الناس يعجون بالألاف ربما هناك ما زال هناك على الأقل في شمال قطاع غزة ما لا يقل عن ستمائة ألف نسمة وبالتالي لم يفرغ لم يفرغ ولن يستطيع تفرغ شمال قطاع غزة ربما ما حدث من سيناريو هذا يعني أود أن ألفت الانتباه إليها وسمحني أن أنا أخذ الحديث بشكل متواصل المسألة فقط من أجل تواصل الأفكار يعني ربما ما ينفذ العدو من سيناريو في شمال قطاع غزة سوف يبدأ بتنفيذ في جنوب شرق قطاع غزة لأن أمس طائرات العدو ألقت منشورات لأهلنا في المناطق الشرقية في القرارة وعبسان الكبيرة وصغيرة وخزاعة ومنطقة الفخاري والشوكة والزنة في شرق رفح بالطلب منهم للنزوح من الجنوب الشرقي نحو غرب المناطق غرب المحافظات الجنوبية لأنه يخطط هو طبعا لإنشاء معسكر أو مخيم هذا يعني يكون الخطوة الأولى نحو الترحيل القصري أو الطوعي هذا في منطقة المناطق يطلب طبعا إنشاء مخيم بسعة 200 ألف خيمة أيضا في هذا الجانب يعني طبعا أهلنا يرفضون أولا وهذا المخطط رفض أيضا بالاعتماد على عدة مواقف أولا الموقف البطولي لمصر والقيادة المصرية ورفض القيادة المصرية إدخال الخيم وغير ذلك وإقامة هذا المخيم ومنطقة آمنة لنزوح اللاجئين إليها والموقف حقيقة الإنساني المحترم للأمين عام الأمم المتحدة شتيرس الذي رفض ذلك وقال أنا أتحمل مسؤولية إخلاء الناس والضغط عليهم لنزوح داخل القطع دكتور محمد الحياة أنه زي ما حضرتك تحدثت عن صمود شعب فلسطين هو لا يوصف الحياة دون كلنا درس إده بالفعل للعالم كله درس الشعب الفلسطيني قدر يهزم العالم كله مش بس الكيان السهيوني الفلسطينيون بقون زي ما حضرتك قلت بقون هما في جذور هذه الأرض الأرض تحارب معهم هم أصحاب الأرض أصحاب العقيدة زي ما حضرتك قلت هما يأملون فقط لحاجة من حاجتين يا النصر صحيح يا الشهادة فمستحيل أنه الفكرة دي حد يقدر أنه يقضي عليها وإن كان هذا الكيان يعتقد أنه قضى على أي مكان العدد الذي يذكره لو نقول أنه صحيح من المقاومة الفلسطينية فقد قلق جيل مقاوم جديد ليس بس من الفلسطينيين من شعوب العالم كله أنا بشكر حضرتك جزيل شكرا دكتور محمد أبو سمر القيادي والمؤرق الفلسطيني ورئيس طيار الاستقلال الفلسطيني شرفتنا يا فضو شكرا جزيل يا فضو